حتى اواسط سبعينيات القرن الماضي كانت كل الرحلات البرية والسككية المتجهة الى طانجة تنتهي عند مدخل الميناء كل الوافدين على المدينة او المغادرين يمرون من ذلك الفضاء الذي تؤثثه تلك البنايات ذات الطراز المعماري الغربي المميز كثيرون هم الذين كان ذلك الفضاء منطلقا لهم لتحقيق احلامهم وكثيرون هم الذين كان الفضاء مكانا تحطمت عليه امالهم وعادوا الى نقطة البدء على مدار ساعات النهار كانت تصل حافلات من وجهات مختلفة من المغرب وتنطلق اخرى الى وجهات اخرى وعلى مدار الساعات كان ضجيج محركات تلك الحافلات المتهالك كثير منها يخيم على المكان حيث رائحة الوقود المحترق تختلط مع الدخان المتصاعد من مواقد محلات تخصصت في تقديم السردين المشوي واصناف اخرى من السمك المقلي وعربات تخصصها النقانق والطحال وما هو في حكم ذلك وفي ذلك الفضاء وجوه ترعرعت هناك وشبت واخرى ادركتها الشيخوخة وجوه تنادي لرحلات منطلقة الى الرباط وفاس وتطوان وحناجر بحة مع مرور الوقت وكان اغلب هؤلاء يعرفون باسماء شخصية مجردة او القاب تحيل على الجهة التي قدموا منها واخرى قد لا يبدو لها مصدر معلوم كما كان يطوف في هذا الفضاء متسولون ومجانين ومتسكعون يعرفون من هيئاتهم في ذلك العالم الذي يعج ويضج بالحركة كان عباس من تلك الوجوه المألوفة كان رجلا اربعينيا في اواسط السبعينيات وكان ذا سحنة تنزع الى الصمرة قد يكون لون بشرته صار كذلك لفرط ما يمضيه من وقت يتحرك بين الحافلات قد يكون ذاك هو السبب حكت السن من العاملين في ذلك الفضاء ان عباس وصل الى هناك قبل خمسة وعشرين عاما وانه لم يبرح المكان منذ اذن الا ما كان من نوم في اماكن تتغير كل ليلة ثم انه اكترى غرفة في دار في القصبة وظلت له سكنا لسنين طويلة بدأ عباس حياته في المحطة حمالا يعرض المساعدة على المسافرين يحمل امتعتهم ويضعها على اسطح الحافلات ثم بعد سنوات استخدمته احدى شركات النقل وصار اسمه يسمع كثيرا بما اكسبه اهمية ثم انه صار مقصدا لمن استعصى عليه الحصول على تذكرة وكانت ايام الاعياد اكثر المناسبات التي تتيح له الحصول على مداخل اضافية وكذلك بدأ عباس تسلق السلم صعودا في تلك الفترة اواسط السبعينيات من القرن الماضي صارت اشهر الصيف تشهد ازديادا في اعداد افراد الجالية المغربية في الخارج الذين يعبرون مضيق جبل طارق وصولا الى طانشة قبل ان يواصلوا رحلة العودة الى ارض الوطن الى مدن في اقصى الشرق او اقصى الجنوب وكانوا يتوقفون لوجبة غداء او عشاء في واحد من تلك المطاعم الشعبية او لكأس شاي في مقهى وكان كثير منهم يبحثون عن صرف مبالغ مما معهم من فرنك فرنسي او بلجيكي او مارك الماني او بسيطة اسبانية ويرغبون في الحصول على افضل قيمة ممكنة وكان الصرافون العاملون في السوق السوداء يتخذون من بازارات ومحلات تجارية مختلفة اماكن يودعونها كل العملات التي يتاجرون فيها وكانوا يتحاشون الظهور للعلن ويعتمدون في جلب الزبناء على سماسرة ينتشرون في كل فضاء المحطة وفي الجوار وكان الواحد منهم ما ان يرى شخصا عليه علامات المسافر الا اقترب منه والقى همسا حينا جهرا اخرى بكلمة واحدة صرف واذا ما حدث تجاوب فان السمسارة يقتاد الزبون الى بازار او خلفية مقهى حيث تتم عملية الصرف وقد دخل عباس ذلك العالم المليئ بالاسرار والمحفوف بالتكتم كما انه استطاع ان يقيم علاقات مع كثير من افراد الجالية المغربية في الخارج وتمكن من كسب ثقتهم وصار مقصدهم للحصول على تذكرة سفر بالباخرة حين يشتد الاكتظاظ اواخر اليوليوز ومطلع شهر غشت من كل عام كان عباس ولا احد يعلم له اسما اخر يحصل على اكراميات هامة لقاء تلك الخدمات بل انه صار واجهة لوكالات اصفار تعتمد عليه في استقطاب الزبائن لقاء عمولات وكذلك صار له منزل ثم تزوج وهو مقبل على الخمسين كانت الثقة التي وضعها فيه بعض المهاجرين كبيرة ومنهم من اوكل اليه البحث عن بقعة ارضية او شراء منزل وقد مرت التجارب الاولى بسلام ولكن الطمع تسلل الى نفس عباس وقاده الى ان يسلك سبل النصب على من منحوه ثقتهم من هؤلاء مهاجر في بلجيكا اسمه مرزوق بودار رجل ينحدر من الريف ويقيم في بلجيكا منذ اواسط الستينيات عرض عباس على مرزوق قطعة ارضية في مشروع تجزئة سكنية بثمن يغري وكان مرزوق يستعد للسفر عائدا الى مهجره فاقنعه عباس بان يمنحه توكيلا ليتولى اتمام الاجراءات سلمه التوكيل ومبلغا من المال دفعة اولى على ان يبعث له بالباقي بعد ان يعود الى بلجيكا كانت الثقة قائمة بين الرجلين فقد كان عباس رجلا خدوما على مدى سنوات بل ان مرزوق اتخذه صديقا ودعاه اكثر من مرة الى منزل عائلته كما انه كان يأتيه بهدايا كلما عاد الى ارض الوطن توصل عباس بالمبلغ المتبقى من ثمن البقعة الارضية وقام بالاجراءات المطلوبة وفي الصيف التالي جاء مرزوق لقضاء وكان عباس اول من سعى للقاء به يريد ان يطمئن الى ان اجراءات اقتناء البقعة الارضية قد تمت سأل عنه في المحطة وقيل له انه لم يأتي اليها منذ عدة اشهر ثم انه بحث عنه في كل المقاهي التي كان يرتادها فلم يجد له اثرا طرق باب السكن الذي كان يقيم فيه فابلغ بانه قد رحل منذ اشهر دب الشك في نفس مرزوق وقرر البحث في امر القطعة الارضية التي اتفق مع عباس على شرائها وكان قد عاينها رفقته قرر ان يقصد الى هناك وفوجئ باشغال حفر اسس منزل على تلك القطعة نزل من سيارته واقترب من احد العاملين في الورش وسأله من الذي يبني هنا بعفوية رد العامل بان صاحب الورش رجل اسمه عباس هناك ايقن مرزوق بان صاحبه خان الامانة لعدة دقائق ظل قابعا في سيارته يفكر وقد وضع رأسه بين كفيه قدر ان عباس يأتي الى الورش لتفقده فقرر ان يترصده لم يعد له من امل في تملك القطعة الارضية وكل ما بقي لديه بصيص امل في ان يتمكن من استعادة ما سلمه من مال لعباس في اليوم التالي ظهرا جلس مرزوق غير بعيد عن الورش وقد اخفى سيارته انتظر ما يزيد على ساعتين ثم رآه يصل بسيارته التي يعرفها جيدا رآه ينزل ويمشي باختيال الى الورشة اختلط بالعمال وكثرت اشاراته نهض مرزوق من مكانه ومشى الى سيارة عباس وكان تركها مفتوحة فتح الباب وجلس في المقعد الخلفي لم ينتبه احد ممن في الورش لا تسلله لفرط شغالهم لما فرغ عباس من تفقد الورشة رآه يقبل نحو سيارته دخل وجلس خلف المقود دون ان ينتبه الى وجود مرزوق ادار المحرك وانطلق بعد ان ابتعد عن الورشة ناداه مرزوق من خلفه نظر في المرآة العاكسة فرآه بادره مرزوق مفاجأة اليس كذلك يا عباس ضغط على المكبح فتوقفت السيارة فورا فاندفع مرزوق حتى كاد ينطحه ظل عباس صامتا فاغرا فاه كان في ذلك ما يكفي لتبيان قوة الصدمة التي احدثها لديه هذا الظهور المباغت لمرزوق الذي كسر ذلك الصمت الرهيب قائلا لقد بحثت عنك في كل مكان ثم ها انا اكتشفك تبني لنفسك دارا في الارض التي دفعت ثمنها من عرق جبيني نتقى عباس اخيرا ليطلب من مرزوق ان ينزل من سيارته وليقول انه لا يعرفه ولا يعرف عن اي ارض يتحدث لم يكن مرزوق يتوقع ان يبلغ عباس حد انكار معرفته اخترق ذهنه ان يخنقه حتى الموت ولكنه تدارك نفسه ان فعل فسيوضيع كل شيء فتح باب السيارة ونزل عليه الان ان يسلك ايسر السبل لاستعادة ما سلبه منه عباس خيانة عاد الى سكنه والغضب يغلي بداخله كما يغلي المرجل على النار دخل غرفته واقفل الباب يعلم ان عليه ان يجمع الادلة وما يثبت انه دفع ثمن الارض كل ما توفر عليه شهادة من البنك تثبت ان عباس مخطاف وهو الاسم الذي يوجد على بطاقة تعريفه الوطنية سحب من حسابه البنكي مبلغ 12 مليون سنتيم ولكنه لم يتمكن من توفير ما يثبت قيمة الدفعة الاولى وقيمتها ثلاثة ملايين سنتيم تذكر التوكيل ولكنه لم يكن محتفظا بنسخة منها سعى الى مصلحة التصديق على الامضاءات وتمكن بمساعدة موظف هناك من ان يحصل على تاريخ تسجيل التوكيل وحيث دون اسم عباس معتمدا على ما توفر لديه تقدم مرزوخ بشكاية لدى وكيل الملك وكذلك تم استدعاء عباس من قبل الشرطة للاستماع اليها انكر معرفته بمرزوخ بودار او ان يكون تلقى منه توكيلا او مالا لشراء قطعة ارضية تم الاستماع لعباس واخلي سبيله كما تم الاستماع الى اقوال مرزوخ وبعد عدة ايام احيلت القضية على المحكمة لما اقتربت عطلته من نهايتها وكل مرزوخ محاميا لتمثيله ومتابعة القضية ثم عاد الى بلجيكا كان عباس مخطاف معروفا لدى مصالح الامن ماضيه في المحطة وكل ما كان يقوم به في جلب الزبائن لصيارفة السوق السوداء ولوكالات شركات النقل البحري مما كان معروفا عنها ولكن امورا اخرى ظلت خافية كان التحري حول قضيته مع مرزوخ مدخلا الى النبش في جوانب من حياته لم تكن معروفا وكذلك تبين ان عباس لما كان يعمل في المحطة الطرقية كان يعمل سمسارا للمهاجرين الراغبين في نقل مسافرين الى اوروبا خلال رجوعهم من عطلة الصيف وكان عدد من هؤلاء قد اوقفوا في اسبانيا بعد ضبط كميات من المخدرات على متن سياراتهم واغلبها كانت مخبأة في حقائب او منتوجات من قبيل المصنوعات التقليدية كان عباس يتولى تسليمها اليهم على ان يستلمها الموجهة اليهم فور وصولها لقاء مبالغ مالية واحيانا بلا مقابل كانت عمليات تتم دون ان تترك دليلا يورط عباس او الذين كان يعمل لحسابهم بينت التحريات ايضا ان النصب على مرزوق لم يكن اول عملية نصب يقوم بها عباس وانه في مرة سابقة نصب على مهاجر اخر منحه توكيلا لكراء منزل له على مدى سنوات لم يسلم صاحب المنزل درهما واحدا من عائدات الايجار لم يكن كل هذا الماضي مما يخفف عن عباس مخطاف بعد ان استنفذت كل مراحل التقاضي حكم عليه في قضيته مع مرزوق بودار بالسجن مع الزامه باعادة المبالغ المالية التي حصل عليها بخيانته الامانة